أنا بقول يا جماعة أنا عايز السعر يهدى بالتاتاتة على موصل رمضان تاتاتة أهو مش فيش عجب خط يعني مرة واحد طبعاً اتحقيك عالف إن الرمضان فيه المبادرات اللي كنا نتكلم عنها دي ممكن يبقى فيها هدوء نوعاً ما عن الأسعار لكن ممكن مبقاش فيه زيادة يعني أتمنى لكن ممكن يبقى فيه وفرة في المنتجات في الأسواق بس احنا برضو بنتكلم في نقطة طبعاً حقيق شهر رمضان كل سنة وحقيق طيب كلنا طيبين فيه نقص في الأسواق مش نقص يعني فيه فيه أزمة احنا لازم نغير من نقتصد نوعاً ما مش بقولنا تكشف رمضان لكن برضو رمضان ليه تكس يعني أنا شايف إنه مش هيبقى زي كل سنة ده إحساسي وده رأيي الشخص يعني عشان إحنا مش عايزين المواطن يحمل نفسه ويحمل ميزانية البيت أكتر من تعرفنا رمضان الميزانية اللي فيه بتحس إنها توازي تسعة تشهر أو يعني توازي يعني ميزانية كبيرة وهو بتكشف أصلاً أول ميزانية وبعدين إحنا 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 إنت قلتلي السؤال يا يوسف قبل الفاصل إيه اللي ممكن الأسعار إحنا ممكن نخلي الأسعار زي ما هي وممكن نخلي الأسعار ترخص وممكن نخليها تزيد بمعنى إيه ما ننزلش أول يوم رمضان على الهايبرز والمحلات هجوم على الرزة هجوم على السكر ده المهم ده الانضباط نجيب أسبوع بأسبوع مش عايز أقول حقيقي يوم بيوم لا يا فنديم إحنا نجيب أسبوع بأسبوع وما نحملش الميزانية ميزانية شهر كامل في يوم يعني أسبوع طربيعي نفسي الناس تشتري إزاي زي أوروبا زي ما يشتري أوروبا مو زاية مو زاية يا فندي مطفل طبور طويل ده ما تفحي أنا ما بقولش نبقى كده لكن نبقى فيه تريص وفيه اقتصاد شوية هو مش إحنا أربعة التربيزة أدفع نص عمر إن إحنا الأربعة لما بننزل نشتري موز برطقان يوستفاندي مش عارف إيه إحنا بنرمي تلتو ده لو ما كانش نص لا حنروح عند الحاجة حياتي نبقى في صور عبو ليه بقى نحن بيروح شاريين كتير بس صح وبعدين نقعد نتحيل على العيال في البيت يا حبيبي ما بتاكلش اليوستفاندي ليه هيبوز الموز هيضرب مش عارف إيه تفتح درجة تلاجة المشهور تلاقي فيه شوية طمطم مع الطبيق لا حول ولا بوت هنضطر نرميهم طب يا جماعة اشتريناهم ليه